على يتحال دلوقتي معاد الجولة الرياضية مع اللي لاس كفوزي مرتين سواء الخير يا اللي لاس وامبارحة في تصفيات أوروبا لكأس العالم كان فيه مفاجأة كبيرة بخروج البرتغال معاكي العديد من الأخبار الرياضية صباح الخير يا همام كل هذه الأخبار وأكثر نتابعها في هذه الجولة الرياضية وأهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد تأهل اللاثناء المصري أدهم حاتم واضحة هاني إلى نصفي نهائي بطولة كأس العرب السادسة للريشة الطائرة المقامة بمملكة البحرين جاء ذلك عقب فوز الثنائي المصري على ثنائي من الأردن بنتائج 21 ل 12 و 21 ل 13 بمنافسات الزوج المختلط أشهد رئيس الاتحاد الدولي للسامبو فاسيلي شيستاكوف بتنظيم الاتحاد المصري للكيك بوكسنج الجيد للبطولة الأفريقية وذلك بمشاركة 18 دولة وأعرب شيستاكوف عن امتنانه العميق لحسن استضافة الوفود في البطولة الأفريقية التي أقيمت باستاذ القاهرة الدولي وذلك بعد توفير كل الإمكانات المطلوبة لإنجاحها أدى المنتخب اللوطني لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش تدريبه بأحد الملاعب الفرعية لمقار إقامته في برق العرب وذلك استعدادا للقاء الجابون في الثالثة عصر الغد الثلاثة بستاذ بورغ العرب ولم يتمكن من المشاركة في تدريبات الأمس كل من عبدالله السعيد وأحمد فتوح للإصابة حيث غادر لسعيد مقر المعسكر فيما يخضع أحمد فتوح لاختبار ثاني اليوم الاثنين لتحديد حالته هذا وكان وإلا جمعة مدير المنتخب قد انضم إلى المعسكر الفريق بعد أن أكدت كافة التحليل التي أجراها سلامته إضافة إلى ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجرتها البعثة فور وصولها من لواندا وجاءت نتائجها سلبية لكل أعضاء البعثة كما يتصدر المنتخب ترتيب المجموعة السادسة برصيل 11 نقطة وضمنا لتأهل لدور الحاسم المؤهل لنهائيات مونديالة بينما تمتلك اللاقابون سبع نقاط في المركز الثاني هذا وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني كعلاس كيروش أن هناك فرصة لبعض اللاعبين للتواجد في مباراة الجابون غدا الثلاثة بتصفيات كأس العالم بسبب غياب عبدالله سعيد للإصابة وأكرم توفيق لحصوله على اندارين وخلال مؤتمر صحفي قبيل مباراة الجابون قال كيروش إن هدفه هو تعميق ثقافة الفوز لدى اللاعبين وقعل مصر الأفضل في أفريقيا كما أضاف أن المنتخب الوطني يملك توليف قوية من اللاعبين قادر على استكمال تحدي الوصول إلى المونديال هذا وأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى المرحلة الحاسمة بالتصفيات الأفريقية لكأس العالم بعد فوزه على بنين بهدفين نظيفين وضمنت الكونغو الديمقراطية صدرت المجموعة برصيد 11 نقطة متفوقة بنقطة واحدة عن بنين كما يقود الكونغو المدرب هكتور كوبر فاز منتخب غانا على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد في لتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أندري آيو في لدقيقة 33 من ضربة جزاء وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الغاني إلى 13 نقطة في صدرات المجموعة السابعة بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 13 نقطة أيضا ولكن اللامنتخب الغاني تأهل بفضل فارق الأهدف فاز المنتخب السنغالي لكرة القدم على ضيفه الكونغولي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وسجل هدفي المنتخب السنغالي إسماعيل سار في الدقيقتين الرابعة عشر والرابعة والعشرين كما رفع منتخب أسود التيرانجا الذي كان قد ضمن التأهل للدور النهائي من التصفيات في وقت سابق رفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب هذا وتوقف رصيد المنتخب الكونغولي عند ثلاث نقاط في المركز الأخير وضعت إذاعة توك سبورت البريطانية لنجمة الدولي المصري محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدور الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 وذلك بعد تألقه اللهفة وتصدره ترتيب هدفي البريميرليغ وقالت الإذاعة عبر موقعها الرسمي أن صلاح يعد أفضل لاعب في الموسم حتى الآن ويمكن القول أن أفضل لاعب في العالم بشكل حالي هو محمد صلاح تأهلت سربيا إلى مونديال قطر 2022 بعدما تغلبت على مضيفتها اللابرتغال بنتيجة 2-1 على ملعب النور وذلك ضمن لقاءة القولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال وافتتحت اللابرتغال صاحبة الأرض التي تزجيل مبكرا في الدقيقة الثانية ثم عدلت سربيا النتيجة في الدقيقة الثالثة والثلاثين هذا وسجل أليكساندر ميتروفيتش الهدف القاتل لصربيا في الدقيقة الثانية والتسعينة وبتلك النتيجة رفعت صربيا رصيدها إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الأولى وتجمد رصيد البرتغال عند 17 نقطة في المركز الثاني لتتأهل إلى الملحق قاد ألفارو موراتا مهاجم لمنتخب الإسباني بلده للفوز بهدف دون رد خلال مواجهة السويد في إطار منافسات القولة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديالا كأس العالم بقطر 2022 سجل موراتا هدفا لمباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والثمانين ليحجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل لنهائية المونديالا ويرفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بينما تجمد رصيد السويد عند 15 نقطة في الوصافة لتلعب السويد الملحق الأوروبي تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الروسي بهدف دون رد في الجولة العاشرة والأخيرة من مباراة المجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية وسجل هدفا لمباراة الوحيد المدافع الروسي فيدرو كودرياشوف بالخطأ في مرمع كما رفع المنتخب الكرواتي رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة وبفارق نقطة واحدة أمام نظيره الروسي الذي يتبقى له أمل التأهل عبر الملحق الأوروبي مشاهدين نهاية هذه القولة الرياضية عودة الآن إلى زملائي همام ومنا لاستكمال ما تبقى معهما من ثقرات إليكم شكرا لك للأس ونرجع لك عارس ساعة في موجز الأخبار شكرا لك